موسيقى هاي صايدة الأحلام دريم كاتشر معتقد قديم عند الهنود الأمريكيين كانت أولى استخدماتها الصايدة لزيادة غلة الحصاد هالشعوب كانت تعتقد أن الأحلام السيئة هي روح شريرة بتتسلل للشخص النايم على هيئة كابوس فاتكروا شبكة بتعلق فيها الأرواح الشريرة وبالتالي تمنعها من الاقتراب من الشخص النايم وبتسمح بس بمرور الأحلام السعيدة بيقدر الأمريكيين الأصليين هالقطعة لأنه بتجمع كل القبائل الأصلية وبتعبر عن عادتهم بالوقت ذاته بيعتبروا أنه العالم اليوم عم بيسيق استخدام دريم كاتشرز من خلال الأفراط بتسويقهم تعتبر الدريم كاتشر هدية مميزة بالمناسبات فهي عبارة عن شبكة دائرية داخلها بعض الشبكات التي وظيفتها استياد الأحلام السيئة مين قال أنه دريم كاتشرز هن اليوم رمز للأمل والشفاء؟ أنا قال أراكم بكرة